بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي العزاء في درس جديد وقصة جديدة باللغة الإنجليزية في قناة سفيرس أكاديمي معكم أحسين الغالبي استعدوا الآن بتحضير الكراس والقلم وكتابة جميع العبارات التالية الجديدة وتكرارها باللفظ الصحيح لكل عبارة خمس مرات حتى تحفظوا اللفظ الصحيح والكتابة الصحيحة كرروا معي جميع العبارات بعد الاستماع لها خمس مرات على الأقل حتى تتقنوا اللفظ الصحيح وكرروها بصوت مرتفع قليلا حتى تستطيعوا من أن تلفظوها بشكل جيد إذا كنتم مستعدين الآن هيا لنبدأ بهذه القصة الممتعة Let's Begin للحصول على دروسنا المجانية اضغطوا الآن على زر إعجاب وسبسكرايب اشتركوا معنا لتصلكم جميع الدروس هاري's feet هاري's feet أقدام هاري أقدام هاري هاري's feet foot feet هاري's feet أقدام هاري عنوان القصة هيا لنبدأ بالقصة one of harry's feet was bigger than the other one of harry's feet واحدة من أقدام هاري كانت أكبر من الأخرى one of harry's feet was bigger than the other one of harry's feet was bigger than the other one of harry's feet was bigger than the other I can never find boots and shoes for my feet أنا لا استطيع أبداً أن أجد boot أو حذاء مناسب لقدمي هو قال لصديقه دك والآن اكتبوا العبارات الجديدة في هذه الجملة وكرروا الجملة خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنوها بشكل جيد لما تذهب إلى صديقه؟ لماذا لا تذهب إلى صانع الأحذية؟ قال لك واحد جيد باستطاعته أن يصنع لك الحذاء المناسب والآن كرروا هذه العبارات خمس مرات بصوت مرتفع واكتبوها لتحفظوها بشكل جيد أنا لم أذهب مطلقا سابقا إلى صانع الأحذية أليس هم غالين؟ بعضهم ليس كذلك بعضهم ليس كذلك هناك واحد جيد في قريتنا وإنه رخيص جدا وإنه رخيص جدا لا ديك قال وإنه رخيص جدا هناك واحد جدا هناك واحد جدا وإنه رخيص جدا وإنه رخيص جدا هذا هو عنوانه هناك إدراسه هذا هو عنوانه هو كتب شيئا ما وانه رخيص جدا على قطعة من الورق وإعطاه لهاري وإعطاه لهاري هاري هاري أذهب إلى صانع الأحذية في قرية ديك بعض الوقت بعد ذهب هاري إلى صانع الأحذية في قرية ديك بعد بضعة أيام هاري went to the shoemaker in ديك's village a few days later and the shoemaker made him some shoes and the shoemaker made him some shoes وصانع الأحذية صانع له حذا and the shoemaker made him some shoes هاري went to the shop again a week later and looked at the shoes and looked at the shoes هاري went to the shop again a week later and looked at the shoes ذهب هاري إلى المجر مرة أخرى بعد أسبوع ونظر إلى الأحذية هاري هاري went to the shop again a week later and looked at the shoes then he said to the shoemaker angrily then he said to the shoemaker angrily وبعدها قال بغضب إلى صانع الأحذية لقد قال لقد قلت لقد قلت أصنع لي حذاء أكبر من الآخر I said make one shoe bigger than the other أنا قلت اصنع لي واحد من الأحذية أكبر من الحذاء الآخر But you have made one smaller than the other ولكنك صنعت واحد من الأحذية أصغر من الآخر I said make one shoe bigger than the other But you have made one smaller of the other والآن وصلنا إلى نهاة هذه القصة أحبة الأصدقاء أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة بتعلم عبارات جديدة باللفظ الصحيح وكتابتها بشكل جيد إذا أردتم الاستمرار في المتابعة في هذه السلسلة سلسلة القصص القصيرة باللغة الإنجليزية اشتركوا الآن واضغطوا على إعجاب وشاركوا هذا الفيديو لجميع أصدقائكم لتعم الفائدة وانتظرون في قصص ودروس جديدة قريبا جدا شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوني من الصالح دعاكم إلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة لا تنسوني من الصالح دعاكم إلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة لا تنسوني من الصالح دعاكم إلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة لا تنسوني من الصالح دعاكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة